اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وبردو الف الاسنين هتيجي في صيغتين صيغة الغائب وصيغة المخاطب يعني نقول هما يكتبين او انتما تكتبين اما يا المخاطبة فهي بتيجي في صيغة واحدة بس وهي صيغة المخاطبة المؤنسة مثال انتي تكتبين هنلاقي ان هما خمس افعال محصورة في اوزان تفعلين يفعلون تفعلون يفعلان تفعلان ودلوقتي بقى ندخل على علامات اعراب الافعال الخمسة ترفع بسبوت النون وتنصب وتجزم بحصف النون والافعال الخمسة بترفع في حالة لو ما سبقهاش اداة نصب ولا اداة جذب وتنصب الافعال الخمسة اذا سبقت باداة من ادوات النصب اللنكي حتى لام التعليل وتجزم الافعال الخمسة اذا سبقت باداة من ادوات الجذب لم لن هي لام الامر ودلوقتي ناخد امثلة علشان نطبق اللي شرحناه الولدان يلعبان يلعبان هنا فعلا من الافعال الخمسة لانه فعلا مضارة اتصل بالف الاسنين الاولاد يلعبون يلعبون هنا فعلا من الافعال الخمسة لانه فعلا مضارة اتصل بوعو الجماعة انتي تلعبين تلعبين هنا فعلا من الافعال الخمسة لانه فعلا مضارة اتصل بياء المخاطبة الاولاد لعبو هلأ إن لعبه مش فعلة من الأفعال الخمسة بالرغم من إنها متصلة بواو الجماعة لكن لعبه دي فعلة ماضي وإحنا قلنا في التعريف إن الأفعال الخمسة هي كل فعلة مضارع اتصل به ألف الاثنين واو الجماعة ياء المخاطبة مثال تاني العبي بالكرة العبي مش فعلة من الأفعال الخمسة بالرغم من إنها متصلة بياء المخاطبة لكن العبي فعلا أمر والأفعال الخمسة هي لازم تكون فعلا مضارع ودلوقتي ناخد كم تمرين بيجي في الامتحان لما يقولي حول المفرد إلى جمع الولد يلعب بالكرة هتبقى الأولاد يلعبون بالكرة الولد لم يلعب بالكرة هتبقى الأولاد لم يلعبوا بالكرة الولد لن يلعب بالكرة هتبقى الأولاد لن يلعبوا بالكرة هنلاقي في المثال الأول أن في الفعال المضارع النون موجودة علشان هي لم تسبق بأداية نصب أو جسم فترفع بسبوت النون أما في المثالين الثاني والثالث فحزفنا النون لأن الأفعال الخمسة بتنصق وتجزم بحزف النون التمرين اللي بعد كده لما يطلب مني في الامتحان حول المفرد إلى مسنة الطالب يذهب إلى المدرسة هتبقى الطالبان يذهبان إلى المدرسة الطالب لم يذهب إلى المدرسة هتبقى الطالبان لم يذهبا إلى المدرسة الطالب لن يذهب إلى المدرسة هتبقى الطالبان لن يذهبا إلى المدرسة ناخد بالنا أن احنا حطينا النون في حالة الرفع وحزفنا النون في حالة النصب والجسم السؤال اللي بعد كده لو طلب حول من مذكر إلى مؤنس مثال هتبقى هنلاقي برضو في الأمثلة دي أن احنا سبتنا النون في حالة الرفع وحزفنا النون في حالة النصب والجسم ناخد بقى كان ملحوظة مهمة الملحوظة الأولى علشان نعرف الفعل المضارة لازم الفعل يقبل حرف السين أو نحط قبله سوفا يعني فعلي يكتب هنحط قبلها حرف السين هتكون سيكتب أو نحط قبلها سوفا فهتكون سوفا يكتب كده المعنى واضح وسليم لكن لو قلنا كتبة هنحط قبلها حرف السين هتكون سكتبة المعنى مش مظبوط تعالوا نحط قبلها سوفا هتكون سوفا كتبة برضو المعنى مش مظبوط يبقى دي مش فعل مضارة أكتب ينفع نقول سأكتب أو سوفا أكتب المعنى مش مظبوط يبقى دي مش فعل مضارة والفعل المضارة لازم دايما يكون الحرف الأول منه من حروف أنايتو يعني أكتب نكتب يكتب تكتب الملحوظة التانية إذا اتصلت وهو الجماعة يا المخاطبة ألف الاثنين بفعل مبني للمعلوم هتكون في محل رفع فاعل مثال الأولاد يلعبون الكرة يلعبون فعل مضارع مرفوع بسبوط النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة وهو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل الملحوظة التالتة إذا اتصلت وهو الجماعة يا المخاطبة ألف الاثنين بفعل مبني للمجهول هتكون في محل رفع نائب فاعل مثال يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا هنلاقي أن يحبون فعل من الأفعال الخمسة يحمدوا فعل من الأفعال الخمسة يفعلوا فعل من الأفعال الخمسة لكن هنلاقي يحبون فعل مضارع مرفوع بسبوط النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة وهو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل يحمدوا فعل مضارع منصوب بحسف النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة وهو الجماعة ضمير مبني في محل رفع نائب فاعل يفعلوا فعل مضارع مجزون بحسف النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة وهو الجماعة ضمير مبني في محل رفع رفع فاعل الملحوظة الرابعة لو اتصلت ألف الإسنين واو الجماعة يا المخاطبة بفعل ناسخ اللي هي كانة وأخوتها هتعرب في محل رفع اسم للفعل الناسخ مثال لن تكونوا ضعفاء تكونوا فعل مضارع منصوب بحسف النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة واو الجماعة ضمير مبني في محل رفع اسم يكون كده نكون لحظنا أن ألف الإسنين واو الجماعة يا المخاطبة تيجي ضمير مبني في محل رفع فاعل أو نائب فاعل أو اسم لفعل ناسخ الملحوظة الأخيرة لو اتصلت ألف الإسنين واو الجماعة يا المخاطبة بفعل أمر أو فعل ماضي ما تبقاش فعل من الأفعال الخمسة ودلوقتي ناخد كم مزن نعربه يحب الطالبان أن يزاكرة يحب فعل مضارع مرفوع بالضمة والطالبان فاعل مرفوع بالألف لأنه مسنن أن أداة نص ويزاكرة فاعل مضارع منصوب بحسف النون وألف الإسنين ضمير مبني في محل رفع فاعل الطالبان مبتدأ مرفوع بالألف لأنه مسنن يزاكرة فاعل مضارع مرفوع بسبوط النون لأنه فاعل من الأفعال الخمسة وألف الإسنين ضمير مبني في محل رفع فاعل وجملة يزاكران المكونة من الفاعل والفاعل في محل رفع خبر ليتفوق اللام لام التعليل وهي أداة نصب ويتفوق فاعل مضارع منصوب بحسف النون لأنه فاعل من الأفعال الخمسة وألف الإسنين ضمير مبني في محل رفع فاعل لتكتبوا واجبكم لتكتبوا لام الأمر هي أداة جذب وتكتبوا فاعل مضارع مجزون بحسف النون وهو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل واجبكم واجب مفعول به منصوب بالفتحة والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف إلي أصدقائك يحبونك أصدقاء مبتدأ مرفوع بالضمة والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف إلي يحبونك يحبون فاعل مضارع مرفوع بسبوت النون لأنه فاعل من الأفعال الخمسة والو والجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل والكاف ضمير مبني في محل نصب مفعول به وجملة يحبونك المكونة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر وبكده يكون درسنا انتهى ويارب يكون سهل وبسيط لو أعجبكم الفيديو دوسوا أعجب واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يصغلكم كل جديد وشاركوا الفيديو ده مع صحابكم علشان يستفيدوا منه ومع السلامة وفرعاية الله اشتركوا في القناة